كيف حالكم ده معزوكم عاملين ايه كويسين كله تمام الحمد لله يا رب تكونوا كل حاجة بخير وظريفة ولطيفة وتكون اجازة تيوم الجمعة لطيفة اللي كان بياخد اجازة خميس وجمعة برضو تبقى اجازة ظريفة ولطيفة علشان الامور تستمر ظريفة ولطيفة لازم نفتح مخينا حبتين لا مش تفتيح المخ بتاع الزمان ده هو الناس اللي بتفتح الدرج دي تفتيح المخ اللي بجد يعني انا دايما نقول ايه اهم فضيلة واهم هداية ربنا اده لنا هي مخنا الفضيلة الكبرى هي التفكير فربنا اده لنا مخ علشان نفكر طيب وعلشان نفكر بالمزبوط هنحتاج ايه نحتاج معلومات ومعارفة صحي كده تمام هل في حاجة ينفع تناقض الحقيقة المعلومة الرقم المفروض انه لا ليه المفروض انه لا لا انه لو حد عنده كلام مغير يورينا الارقام يورينا الحقائق والادلة الدامغة عشان يقول لنا يا جماعة لا والله ده فيه كذا مختلف عن اللي انتو بتقولوه ده فيه كذا افضل حتى من اللي انتو بتقولوه هتلاقي انه المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير انا بشوف واحد من اهم التقرير اللي ممكن نعود نقرأه ونفصلها تفصيلا هو بيتضمن تقرير معلوماتي انفو جراف الانفو جراف ده بيتضمن ايه بقى تسليط الضوء على تقرير الانكتاد طيب هم بيقولوا الناس بتاعة الانكتاد بتقول يا جماعة مصر هي الوجهة الاستثمارية الاولى في القارة الافريقية لسنة عشرين اتنين وعشرين طبعا 23 ما خلصتش فما نقدرش نتكلم عن 23 ماشي ازاي مش بس كده ده بيقولك لا ده كمان مصر هي الوجهة الاستثمارية الموثوقة بشهادة التقارير الدولية ويبدأ التقارير يستعر التدفقات لاستثمارات الاجنبية المباشرة طب ايه الفرق ما بين المباشر وغير المباشر استثمار مباشر يعني انت تستثمر في مشروع واضح ده كده مباشر استثمار غير مباشر اللي احنا بنسميه الهوتماني اللي هو بتستثمر في الصندات وما شابه ودريفتفز وحاجات زي كده لكن استثمار مباشر فقولوا الله ده انا جاي على المصنع العلاني جاي على المفاعل الترتاني جاي على الاستثمار في مثلا الاراضي الزراعية جاء الى اخيره ده اسمه استثمار مباشر طيب هو بيقولوا انه ده اعلى معدل تدفق استثماري مباشر أجنبي حصل من سنة 2014 طيب قد 11.4 من 10 تدشود ما شاء الله مليار دولار لسنة عام 22 فدي تيجي مصر على الترتيب الأول على مستوى القارة طبعا القارة الأفريقية طيب والتانية على مستوى الدول العربية مقابل بلوغ هذه الاستثمارات كان حوالي 5 و 1 من 10 مليار دولار سنة 21 يعني احنا في 21 كان حجم الاستثماري المباشر أو التدفق الاستثماري المباشر لمصر كان 5 مليار دولار في 22 11 مليار دولار و 4 من 10 فتبقى مصر هي نمرة 2 في أفريقيا نمرة 3 عربيا بسنة 21 احتلت مصر المركز الأول إفريقيا بقى في 22 والتانية عربيا في 22 تعالى نشوف مع بعض المزيد من يا دي صفحة 2 يا جماعة ما تجيبوني صفحة 1 تشوف برضو نضحكوا عليها نضيعوا عليها صفحة لا الحاجات يصلاقها لازم أيوة نوسع بقى الكدر بتاع عشان في حاجات كده هتلاقيها بتاع 2014 بص يا سيدي صفحة 1 بتقول ايه؟ بتقول الأون كتاد هم اللي بيقولوا مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في القرى الإفريقية لسنة 2022 تعالي نشوف تطور التدفق الاستثماري المباشر لمصر كان عامل إزاي احنا كنا ساعة 2014 احنا بنتكلم في 4.6 مليار وكان مركزنا رقم 3 بعد كده في 2015 بقينا 6.9 مليار 2016 بقينا 8.1 من 10 2017 7.4 من 10 2018 8.1 من 10 2019 طلعنا لتسعة مليار جت عشرين عشرين بطبيعة الحال زي ما حضرتك عارف بقى ودخول الكورونا وما إلى ذلك خمسة وتسعة من عشر مستمرة معنا في 21 جينا بقى سبحان الله العظيم تحصل الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 24 فبراير 22 إلا أنه التدفق الاستثماري لمصر يصل إلى أعلى مستوى لي من سنة 2014 حتى هذه اللحظة أو حتى نهاية 22 11.4 من 10 فتبقى نمرة 2 على المستوى العربي ونمرة 1 على المستوى الإفريقي طبعا أنت هتسأل ليه يعني إزاي يبقى في حرب وقال لك لأ هو لما بيبقى في حرب فرؤوس الأموال اللي بتبقى متأثرة بشكل مباشر من الحرب بتخرج من هذا المحيط الإقليمي وتدور على مكان أكثر أمنا أكثر استقرارا سياسيا أكثر استقرارا أمنيا وعسكريا أكثر استقرارا استثماريا علشان خاطر إيه عشان خاطر أقدر حطي فيه فلوسي حتى أنت هتلاقي إنه مع الحرب بدء التدفقات استثمارية بعد كده مثلا توجهت لأمريكا فيه تدفقات استثمارية تانية جات لينا زينا كده إحنا مثلا جنوب إفريقيا بعض من دول الخليج وما إلى ذلك طيب تعالي أخذك بقى ونروح على صفحة رقم 2 عشان نفهم الموضوع أكتر وواحدة وحدة إحنا مع بعض تعالي بص يا سيدي تعالي نشوف التدفقات بتاعت الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زي ما أنت شايف أدي الخريطة اللي عاملينها أونكتاد بتقول إيه بقى بتقول إنه مصر 11 و 14 من 10 في إفريقيا دي نمرة واحدة المركز التاني على طول جنوب إفريقيا وخلي بالك المنافسة ما بين الدولتين الإفريقيتين منافسة دائمة ومستمرة وجيدة ومفيدة لنحنا الاتنين أصلاح نبدأ تنافس بنتنافس على جذب الاستثمارات يبقى إحنا طول الوقت قاعدين بنشتغل على تحسين ظروف الاستثمار تسهيل ظروف الاستثمار حلو؟ طيب هتلاقي بعد لما تيجي تبص على مفتاح الخريطة بيقولك الاستثمار بالمليار دولار أكتر من 10 مليار هي الأخضر الغامق زينا من 5 ل 10 مليار هتلاقيها بالأخضر الفاتح بعد كده تخش على البرتقاني 2 ل 5 مليار لبني 1 ل 2 مليار بعد كده بتخش على تعتبره بني ده أقل من 1 مليار أما الدول اللي باللون الأحمر فهتلاقيها صفر أو أقل طيب تعالي ناخد صفحة 3 ودي يمكن الصفحة الأخيرة معنا يمكن في هذا التقرير اللي بيشوفه مهمة أول تعالي نشوف شكل الاستثمارات دي أو تعليقات التقرير بتاع الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر بيقولوا إيه؟ فمثلا بيجوا يتكلموا عن المشروعات الخضرة فبيقول إيه بقى؟ زادت تدفقات الاستثمارية الأجنبي المباشرة لمصر بأكتر من الضعف حلوة دي أكتر من الضعف حلو جميل رائع يا سلام لما يبقى أكتر من 3 أضعف وأظنه هيجرى وبإذن الله قبل 30 30 أقسف 30 30 إيه؟ 20 30 هتشوف تدفقات بإذن الله أكتر غزارة وبيقولوا إنه الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا هي مصر والتاني على المستوى العربي بردو هي مصر طيب إيه اللي أدى لده؟ قالك هي مدعومة بإيه بقى؟ بتفرة كبيرة في المشروعات الخضرة واهتمام مصر بيها وتسهيل إجراءاتها وتحسين المناخ الاستثماري فتصل إلى 161 مشروع أخضر سنة 2022 طيب تعالي نشوف استثمارات القرى الإفريقية هما بيقولوا القرى الإفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضرة بنسبة وصلت ل39% عندك أنت زد بنسبة إيه؟ 100% يبقى المتوسط العام للقرى 39 أنت بس 100% الحمد لله وده برضو مدفوع بمضاعفة أعداد المشروعات الخضرة فمصر بالتحديد هي اللي كانت القاطرة اللي بتزق فيه اتجاه الاستثمارات في المشروعات الخضراء وطبعا زيادة هذه المشروعات في دول أخرى في جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا وما تنساش أن مصر لعبت دور مهم جدا 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 في مسألة دعم القرى الإفريقية من حيث يبقى أنها توضح أمام العالم أن القرى بتغير في مناختها الاستثمارية القرى تستحق جدا أنه يتم فيها تدفق استثماري واسع في مجلة مشروعات الخضراء دعما لسكان هذه القرى خصوص ناحية بنتكلم على قرى هي الأغنى تقريبا على مستوى العالم من حيث مواردها ومن حيث قدرات ساكنيها أو الشعوب بتاعتها تعالوا نشوف بيئة الاستثمار كلام الأونكتاد تحديدا بيقولوا أعلنت مصر عن مجموعة من الحوافز لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر ومصر بتعتزم عقدة النية والعزم أي الجاد لاستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية دخل الفلوس بتاعك أقدر أحط لك مجموعة من الحوافز الضربية طول الوقت وفي نفس الوقت بحسن لك البيئة بتاعت الاستثمار يعني أنتوا خلي بالكوا أنه مثلا كانت الرخصة الزهبية في أول ما طلعت بعد كده احنا زودنا حجم المشروعات بتاعتها لكن أول ما طلعت قالك المشروعات الخضراء الطاقة الخضراء وما إليه ذلك فكان فيه اهتمام شديد جدا ولازال بهذا النوع من الاستثمار تعالوا نشوف دليل شرم الشيخ للتمويل العادل أظن نفكرين القصة دي لما كنا نتكلم في كاب 27 في نوفمبر الماضي إدراك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل واللي أصدرته مصر خلال فاعليات يوم التمويل في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 وده كان من أبرز السياسات والوثائق الصدرة للتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار سنة 22 ولما بدأت الدول تاخد قرارات بضخ هذه التمويلات أطلق إيه على قمة شرم الشيخ قمة التفعيل مش قمة التوصيات يعني الأول مرة نبدأ نفعل ما تم التوصية به قبل كده كان التوصيات توصيات توصيات المرة دي أو المرة اللي فاتت في نوفمبر 2022 كانت قمة التفعيل تعالوا نروح على التنمية المستدامة هتلاقي شركة رينبو باور عزمت على إيه وأعلنت ذلك بالمناسبة إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليار دولار فين؟ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بطبيعة الحال المنطقة الاقتصادية طبعاً اللي في غارة السويس اللي راهن الإخوان وأشكالهم على إنه ده أي كلام وده مش موجود ومشروع فانكوش وما فيش حد هيستثمر فيه وده بيتحكوا عليكم يا مصريين وده بيشتغلوكم يوم بعد يوم يا سيدي الفاضل بيتسبت قدام سيادتك قدام حضرتك إنه مفيش حاجة قالت وما تنفزتش لما قلنا هنعمل منطقة اقتصادية اتعاملت المنطقة الاقتصادية لما قلنا هنكتذب فيها استثمارات أجنبية اكتذبنا فيها استثمارات أجنبية لما قلنا هنعمل شبكات عالمية للطرق الكباري لإننا نفسنا في المركز أظننا 28 ولا 27 على مستوى العالم بعد ما كنا يعني في مركز تخض حاجة 100 حاجة وستين وكلام كده يزعل يعني اللي عايز أقوله لك إنه أنت طول الوقت بتشتغل وبتنفز اللي وعدت بيه دي نقطة نقطة تانية تعالى أكمل لك هنا بقى هذا المشروع اللي هتعمله رينيو باور رينيو باور المشروع اللي هعمله رينيو باور واحد من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال 2022 في الدول النامية جي الإعلان عن هذا المشروع ومحطة تحليط مية تشتغل بالطاقة الشمسية قدرة 400 ميجاوات في مصر ضمن أكبر 3 مشروعات في مجال المية والصرف الصحي خلال 2022 برضو في الدول النامية إذن انت ماشي على خطوات شديدة الثبات والحمد لله والشكر الله وبرؤية شديدة الوضوح وده أساس ثبات هذه الرؤية إنه أنا عندي رؤية واضحة مبنية على مجموعة من الحقيقة والأرقام مبنية على خطوات فاعلة ما أبدأ أخذها أبدأ أكتذب بها الاستثمارات حد يقولي لو جيت أسألك السؤال هل في دولة اقتصادها وحش ومش عارفة تدور اقتصادها وكل اللي بيحصل فيها ده دحك عدقون ومش تحقق معدل تدفق استثمارات أجنبية مباشرة ضعف اللي عملته السنة اللي قبلها طب ازاي طب ده كلام نحن ده كلام الأونكتاد ازاي وهو المستثمر الأجنبي ده جاي بيحط عدية ولا بيحط استثمارات لا ده مش جاي يحط عدية ده جاي يحط فلوس فلوس يعني شغل يعني منتظر عليها return on investment عائد على الاستثمار وعارف العائد على الاستثمار بتاعه هيجي امتى وبعد كام سنة وحجمه قد ايه ونسبه عاملة ازاي وقدرته على اخراج جزء من عوائد أرباحه الرأس مالية هيخرجها لبلاده أو أوطانه الأمة أو الشركات بتاعته في أي مكان هو عارف ده ومتطمن له وواثق فيه بل ومتأكد انه كل خطواته سليمة الناس جاي تحط مليارات تبتكلم على 11 مليار وربعمائة مليون دولار دي مش فكة ده مش هزار الاستثمار مش هزار الاقتصاب مش هزار الناس دي عارفة انه ده بلد يتمتع باستقرار استقرار سياسي يتمتع باستقرار أمني يتمتع باستقرار اقتصادي وفي واعدية لما هو أفضل بس خلاص كده تبقى خلصة الحدوتة لو لسه في حد عاوز يفتي يقول لنا يا الله يا جماعة ان اردت ان تفتي فافتي بما تعلم وقل لي كده ايه اللي عندك ادي لي حاجة بتقول غير اللي احنا بنقوله عكسه مفيش ترجمة نانسي قنقر